شك أبناء مدينة تعز من استمرار تكدس النفايات في الشوارع الرئيسة والأحياء السكانية وعدم انتظام رفعها بشكل دوري وسط تجاهل الجهات المعنية وفي تصريحات نقناتها من شباب قال المواطنون أنهم يعانون من إهمال السلطات والأجهزة المختصة في المحافظة لنظافة الشوارع بشكل منتظم مشيرين إلى أن هذا التكدس يتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات بالأمراض الوبائية في أوساط السكان وطالب المواطنون مكتب النظافة والتحسين في المحافظة بالقيام بدورهم على أكمل وجه الحفاظ على نظافة الشوارع بما يضمن سلامة أهاليهم بصراحة يعني نحن مش عارهين لافين يشتوا يسوقون نحن مسؤولين المحافظة تعز ابتداء من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول شوف القمامة بالله عليك شوف القمامة هذه أكثر من شهر كل سبوعين ويرفعوني متبرعين متبرعين ناس فائلين الخير يقزعوا ونزلوا وقفوا السيارات وقابوا ربع أخدام ورفعوا مني على قدر المشقاية اللي يحصلوني تمام كذا نحن مهملين للإحنا أكثر من السبع سنوات أين نسألين محافظة تعز تغرف البيض غرف لا ندري أين الإيرادات لا ندري أولادنا يعانوا يمرضوا يعني باليوم نسعف أكثر من أربعة أطوال داخل الحارة يعني بسبب القمامة هذه نعاني من القمامة نعاني من المقاري نعاني من النامس للأطفال المراض يعني نشيئ صحاب المقاريس المحليين يشوفوا لنا وضع هذا يعني على شهر القمامة والبيارات والمقاري يصلحوا الوضع ترجمة نانسي قنقر